قوله عز وجل وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم فالاستغفار له يدل على عدم التبرأ ومعلومنا أن عدم التبرأ من الكبائر إذا وليت الكفار فيوعد من الكبائر فالاستغفار لهم نوع من أنواع الولاء وقرما بعدها فما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون فما كان الله ليضل قوما وهذه نزلت في شأن استغفار المسلم لهؤلاء الكفار فدل على أن الاستغفار لهم فيه وعيد فما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليه فمجيء قوله تعالى وما كان استغبار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه إذر على أن هناك ارتباطا وأن ما صنعه النبي عليه الصلاة والسلام من الاستغبار إنما هو اقتداء بإبراهيم عليه الصلاة والسلام فلا يكون لفعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام اقتداء في هذا فقال وما كان استغبار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدائية فلما تبين أنه عدو لله ماذا صنع إبراهيم تبرأ منه فإبراهيم عليه الصلاة والسلام تبرأ منه ومعلوم أن عدم التبرأ من الكبائل فيوفم من هذا أن الاستغفار لهؤلاء داخل في عدم التبرأ لكن ذكر التبرأ هو دليلنا في الحكم بأنه من الكبائل